بقلوب محروقة ودموع منهمرة ترصت الأمهات بأساديهن الهزيلة أمام مبنى مديرية ناحية السقلاوية للمطالبة المسؤولين بالكشف عن مصير ذويهم المغيبين منذ استعادة مناطقهم من سيطرة داعش ومنعت قوة أمنية الأمهات من الدخول إلى مبنى الناحية خلال زيارته له وانهارت إحدى الأمهات بعد بكائها الشديد على ابنها الذي لم تعرف مصيره منذ سنتين ولكثرة البؤس وفقدان الأمل الذي أصابهن قالت الأمهات إنهن لا يردن سوى معرفة ما آل أبنائهن بغض النظر عن كونهم أحياء أم أمواتا واشتكت الأمهات من سوء حالهن المعيشي وإهمد الحكومة لهن وانعدام المعيلين ورواتب الإعانة الاجتماعية أنا جئت على وانت المفقودين لا خبر هذا ثالث سنة لا خبر ولا علم يا مشكل ما خلكم تدخلوشي ما خلالنا ندخل الانسلطة يوقفوا أنك لمسا يتعلمها أبضوا على القاضي ولا أطلعوا علينا ياشا الله أكبر الله أكبر يا زابي أكبر ما ربناهم كما الله أكبر قال يلطوا لزاتي جبوا لدنا الله أكبر يا الله نريد أن نسأل على ولدنا ولدنا جماعة السقراوية 750 مدري مليون ونرحم بهم الناشر الحكومة الناشر الطيبين شوفونا ياهم مين جماعة البعكاش السقراوية هنا ميتين risk السقراوية تعبنا تعبنا أين نروح نجأنا هنا لأنقابل المحافظ الناخر piaser ربنا ما يظهرون ما احد لا يسأل علينا لا يسأل علينا لا أقرف يسأل علينا لا يسأل علينا الريد الطيبين الريد الطيبين شوفونا ولدنا وين ث smackر عيشة مع الكوي علىيشة أي راتب ما عدنا أطفالنا داحد وقدمنا ما ندريهم ماين ما وين الريد من القرى ومن الطيبين يشوفون نزل منه عضو مجلس النواب يحيى المحمدي أكد التواصل المستمر مع الحكومة والأجهزة الأمنية لمعرفة مصير المغيبين من البحث عن مصيرهم سواء كانوا في ناحية سقلاوية أو في الرزازة أو باقي المناطق أيضا في الغربية وأيضا لدينا ملف لايقل أهمية أيضا عن هذا الموضوع وهو المفقودين الذين تم اعتقالهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي وأيضا أعدادهم بالآلاف لذلك هذا الموضوع هو موضوع يعتبر من أولوياتنا وسنبقى نتواصل مع الحكومة التنفيذية ومع الأجهزة الأمنية في معرفة مصيرهم واستحصال حقوق ذويهم المشكلة اليوم وطلحت أيضا على سيد المحافظ من قبل ذوي المفقودين بين عوائلهم هي اليوم تحتاج إلى الرعاية وتحتاج إلى من يقدم لها العون والمساعدة